أول مبارح وخلال فعالية دعم فلسطين اللي شهدها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في استاد القاهرة أكد على عدة رسائل حاسمة وحازمة كان لها دلالات قوية وأصداء عالمية أبرزها مسألة تهجير الفلسطينيين اللي أكد إنها سيادة الرئيس إنها خط أحمر مش بس كده كمان كان فيه تعكيدات كتير جدا من سيادة الرئيس بأن مصر بذلت جهود صادقة ومكثفة للحلولة دون تصعيد للحرب على غزة قراءة وافية عن رسائل أسيد الرئيس وردود الأفعال العربية والعالمية عليها كل ده هنعرفه دلوقتي من ضفنا اللي منورنا الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم الأصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع يا أستاذ أكرم صباح الخير صباح الخير أهلا بحضرتك في البداية رؤية حضرتك الأهم وأبرز الرسائل اللي خرجت من هذه الفعلية هو الحقيقة الرسائل اللي أطلقها الرئيس من احتفالية مصر وفلسطين تحية مصر وفلسطين كانت واضحة وكانت تأكيد لرسائل تم إطلاقها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة لكن أهميتها أنها جات بعد انتهاء الهدنة اللي تبزل فيها جهدي كبير جات الحقيقة أنه على مدى الأسابيع التمانية اللي فاتت كان فيه تفاصيل كتير وكلام كتير وتداخلات مختلفة لأنه الوضع عموما القضاء الفلسطينية القضايا مش بسيطة وحدش ياخدها ببساطة والأسف الشديد أنه بعض الأطراف أو فكرة سوشال ميديا والاستسهال أصبحت بتفتح الباب لكلام كتير ومصر الحقيقة أنه فيه منصات وفيه اتجاهات بشكل واضح بتعمل معها حتى العدوان الإسرائيلي بالرغم أن بعضهم بيحمل جنسيات عربية فيه الدس في الوقيعة في المزايدات ودور مصر على مدى التاريخ الحقيقة يعني ما فيهاش نوع من الدعاء أو التفاخر أنه مصر كانت بتشتغل قبل ما دول كتيرة كانت تبقى موجودة أصلا الحقيقة ومع ذلك مصر ما بتقفش خالص ضد أي جهود مبزولة ويمكن إدراك الدولة الكبيرة بتبقى مدركة لحجم التحديات الأزمة هذه المرة الحقيقة كانت كاشفة بشكل كبير عن 10 سنين أو 12 سنة أو 13 سنة حجم التحديات لوجهتها الدولة المصرية بشكل كبير فالرسالة بتاعت الرئيس هي تأكيد لرسالة أطلاقها منذ كلها الحربية ثم مصطفا في الكويت السويس ثم مناطق مختلفة فإنه العدوان الإسرائيلي خاد الفرصة هذه المرة في محاولة لي ممكن رئيس أشارلي ده جعل الحياة مستحيلة في غزة بالشكل اللي ما يخليش الناس قادرين على الاستمرار في هذا المكان الحياة تدمير لكل عناصر الحياة وده كان واضح وكان واضح في التصدي لي فإيه خطط بأسماء مختلفة حقل الأشواك التهدير غيره وده على مدى 75 سنة عمل و 56 سنة من 5 يونيو حاوله فيه وفشل ونسمع القاء اللوم على مصر بقى الحقيقة إنه القاء اللوم ده طبعا الحقيقة حد كبير وقاء حد بيشتغل بيبقى الكلام الأطراف الصغيرة بتعمل وبالذات اللي ما بيشتغلش بيبقى حريص إنه هارده بقى فيه إمكانيات كثيرة جدا إنه الناس تشتري مساحات بس تشتري لجان إلكترونية تشتري تفاصيل كتير لكن الرئيس مثلا يعني إغلاق فتح معبر رفح مصر لم تغلق معبر رفح على الإطلاق من الجهة المصرية لكن حصل قصف في الأول مكانش ممكن إن انت تدخل مساعدات دون أن تمهد الطريق وتفتحه وتضمن أمان هذه صحيح تفاصيل إذا دخل وقود وتم قصفه أو دخل مساعدات يبقى لا دا استفاد ولا دا استفاد دين وقتا نقطة تانية فكرة التشابكات والتوازنات والتقطعات مصر بزلت جهد مهم جدا في تغيير الصورة في الخارج وده جهد الحقيقة كان ليس سهلا كل مؤسسات الدولة احنا بنقول ده عدوان ده حرب مصر خدت أكتر من 3-4 حروب على جبهات مختلفة ربما أهمها تغيير وجهة النظر الغربية الداعمة لإسرائيل من إنه ده دفاع عن النفس المزاعم الإسرائيلية والحقيقة في الأول اللحظات أو اليوم أو يومين نجحت في إنها تصدر الصورة العكسية الصورة اللي هي إحنا بنتضرب والحقيقة خلينا أقول إنه دايماً الأدوان الإسرائيلي عنده ميزة إنه يضرب هو بيعيط يضرب هو بيقول إن أنا اللي بتضرب بينما إحنا الحقيقة بنزعق ونزايد على بعض ونشتم بعض ونتخانق وينقل الجهة الرئيسية المستهدفة هي مصر الحقيقة لأنه مصر مش بتشتغل وحدها حتى مع الأطراف المختلفة ومصر ما تعمل مثلاً جهود لإطلاق الهدنة وتبادل المحتجزين وغيره تعمله مع أطراف مختلفة طبيعي مصر ما قطعتش القنوات لإتصال خالص مصري ليها وجهات نظر مختلفة مع العدوان الإسرائيلي بشكل واضح جزرياً ومع الولايات المتحدة ومع ذلك بتحظى بصيقة إن هذه الأطراف تلجأ إليه دي نقطة شديدة الصعوب أمر الآخر في الفكرة الخطوط الحمراء إنه مصر بتتكلم دائماً عنها بتمتلك قوة الردع يعني إنه عندي قوات مسلحة عندي جيش المصر من أقوى جيوش المنطقة لكنه جيش رشيد يحن لا يهدد ولا يعتدي ولا يتدخل على عكس تفاصيل أخرى مش بس جيوش وميليشيات بتعمل ومصر كان عندها رؤية واضحة جداً مبكرة حتى بعض الأطراف النهاردة اللي انخرطت فيه عملية إنها تكتشف خطورة تمويل تنظيمات إرهبية أو غيره النهاردة ما بنبص لداعش داعش راحت فين؟ داعش دي كانت بتشتغل لي كانت عاوزة تنتزع جزء من عندك جزء من سوريا جزء من العراق تعمل دولة تسلمها ليه دولة الاحتلال وكانوا بيتعالجوا هناك كانوا بتحركوا هناك فالأطراف اللي كانت بيتمويل داعش الأطراف التي كانت تعمل لصالح الأدوان الإسرائيل داعش لم تطلق كلمة واحدة ضد دولة الاحتلال وبالتالي عاودة لفكرة الخطوط الحمراء المصرية والرسالة المصرية الرسالة المصرية كانت واضحة جداً في هذا الأمر نعمل على كل الاتجاهات زي ما بقول كان فيه حروب على أكتر من جابة حرب دبلوماسية حرب سياسية حرب لوجستية لإدخال المساعدات تغيير وجهة النظر الأوروبية النهاردة كان فيه رؤساء وزراء بلجيكا واسبانيا وأطلقوا تصريحات أغضابة العدوان الإسرائيل استدعوا صفحة رئيس الفرينت سمجيه هنا مكرون وطلق تكلم على الدولة الفلسطينية النهارة الدولة الفلسطينية بقت في الوجاه ومصر بتشتغل للأصل في القضية هو الفكرة إيه أنه خطوط حمراء للأمن القومي واضحة زي ما احنا قلنا احنا بنمتلك قوة الرادع الكاملة نقدر بها نحمي أمننا القومي بعض الناس يقولك قصد قوة الرادع دي وكنا ونحارب ونشعل حرب القصة الحرب بدقها قد يكون ممكن لكن إنهاءها بيبقى صعب ثانيا الهدف النهائي من الحرب الهدف النهائي هو إنهاء هذه القضية بمعنى إنه يبقى في دولة فلسطينية عاصمتها القص الشبقية وده اللي الرئيس لم يفوت فرصة إلا والتأكيد عليه هذا الشكل هذه القضية أصبحت التفاصيل والسنوات والعقود صحتها هناك طيار متطرف بالتأكيد نيتنياهو بحكومته المتطرفة موجودين في إسرائيل نيتنياهو بيمثل أكثر الطيارات تطرفا بيغزي هذا التطرف طيار شفنا وزراء قيمبولة نووية شفنا وزراء تهجير الكلام هنا نيتنياهو نهايته السياسية هو أطول رؤساء الوزراء بقاء في السلطة قد ينتهي لكنه يمثل طيار هو مش فرد في طيار أخر موجود داخل إسرائيل عارف إنه نيتنياهو والحكومات المتطرفة والعدوان والجيش والقصف وغيره لن يحقق السلام بإذن القضية الرئيسية هالدولة الفلسطينية معلش في النقطة دي هل الطيار الآخر ممكن يأتي بوجهة نظر مختلفة؟ دائما كان موجود وجهتها نظر صحيح دائما كنا بنقول إنه السقور والحمائم وإنه الحمائم دول هارت بحزب العمل بغيره هذا الطيار تراجع كثير إنه دائما التطرف بيولد التطرف بمعنى إنه حكومة متطرفة بتقتحم المسجد الأقصى بتتوسع في المستوطنات بتطرد الفلسطين طبيعي يبقى فيه رد فعلا وأنتونيو جوتيرش كل الأطراف كانوا حارسين إنه يؤكدوا ده لإنه ممكن يبقى فيه اتفاق واختلاف حوالين العمليات لكن في الحقيقة إنه فيه رد فعلا حقيقي تبداي الناس وبتطردهم من أرضهم وبتعتقلهم وبتعتدي عليهم طبيعي إنه يبقى فيه ردود أفعال فالحكومة المتطرفة إذا كانت تنتهي هناك فرصة إنه القتال الفلسطينية أصبحت في الوجهة وده اللي بتدفع فيه مصر بشكل كبير الهدنة المراتي الهدنة فيه خوف حقيقي من ما بعد الهدن أنه بعد فترة الاستراح وبعد 8 أسابيع من القصف وتدمير لمعظهر الحياة في غزة غير ده هناك هدف آخر بيتم البحث فيه ودائما إحنا بنقول ما يظهر وجزء الصغير جدا في المفاوضات في قنوات المختلفة في الوصول لهدنة إنسانية بعد كده طيب ما بازه بعد انتهاء هذه الهدنة ومازه بعد إن أنا أسعى لوقف إطلاق نار دائم يمكن ده ظهر فيه كلام سيادة رئيس مبارح رئيس سيسي قال هناك ضمان من مصر للاستمرار في السعي لمصلحة الفلسطينيين وهناك تعهد من الجانب المصري بالاستمرار في السعي وضمان الحقوق الفلسطينية يمكن ده ظهر جليا إنبارح فلسطين بالضبط ربما يكون فيه صفقات أخرى لتبدو للمحتجزين والأسرة اللي بيحصل ده مزدوجة جنسية أو أطراف مختلفة ومصر الحقيقة تلقت شكر كبير من الولايات المتحدة من كل دول أوروبا من دول أستراليا من طايلاند من كله لكن الحقيقة هو الهدف الرئيسي فعلا إنه إما تمتيد هذه الهدنة أو تصبح حدنة دائما ده حصل في 21 لو إحنا فكرين إنه دائماً الهدنة بتبقى مقدمة طبعاً وزير الدفاع أو الأطراف المنطرفة لأنه في جزء الحرب في إسرائيل ليست سهلة يعني بمعنى إنه فيه طوارئ في المجتمع وزير الدفاع بيهدد لازم نستمر لشهرين بعد كده وهنرجع ندرم لكن الحقيقة فيه أزمة حقيقية أزمة في التسليح أزمة في حقيقة ما فيش صواريخ النهاردة يعني حجم القصف اللي حصل مع طوارئ وإنه نتكلم في 70 ألف من الجامعات موجودين في الاحتياط موجودين حجم التسلح بالرغم من أمريكا قدمت أموال ودعم لجستي ودعم مالي وغيره لكن ده برضو لا يقلل منه فيه أزمة حقية داخل كان الإسرائيلي ما حققوش أهداف واضحة غير تدمير وقتل المدنيين الحقيقة وتدمير مظهر الحياة وبما إن خطة التهجير أو خطة تصفيد القضاء الفلسطينيين سبت فشالها بغض النظر يفترض أنه ده الجزء اللي بتدفع فيه مصر وأنا بشوف أنه نقطة الأهم مصر في يوليو اللي فات كانت جلسة لي المصالحة من الفلسطينيين بالرغم من النار والسخونة وده كله لاجب أن يذهب الفلسطينيون معا إلى أي مفاوضات قادمة وهناك فرصة حقيقية أنه قضية تراجعت خلال السنوات اللي فاتت أو العقود اللي فاتت من 2006 والخلافات والصراعات والمقتلات المتبادلة وهذا الصراع بيضعف بالتأكيد أعتقد أنه من المهم التوقف عندها وده النقطة اللي كنا بنكلم فيها لها فكرة أنه مصر مزيتها في أعمالها لا بتعمل بقوة ولا تنظر حولها ولا تنظر خلفها لا تستمع للمنصات والطيرات اللي هي طول الوقت احنا في حرب حقيقية أخرى موازية لهذه الحرب وطول ما هذه الحرب قائمة الإعلامية والدعائية ضد مصر كل ما ده بتتأكد أن مصر بتعمل نقاط تقدم حقيقية صحيح وزيما حضرتك أكدت وذكرت أنه رغم اختلاف وجهة النظر ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ورفضك في البداية عبور حاملية الجنسيات إلا بإدخال المساعدات وموقفك الصارب من هذا الأمر إلى أنه الولايات المتحدة الأمريكية كانت تصر وكان فيه اتصالات مستمرة ما بين الرئيس الأمريكي ورئيس عبد الفتاح السيسي للتنسيق من أجل الوصول إلى هذه النقطة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي وهذه اللحظة دي نقطة مهمة جدا لأنه طول الوقت بالمناسبة فيه خلاف وجهة النظر فيه كل التفاصيل لكن فيه علاقات استراتيجية هو علاقة استراتيجية علاقة دائمة بنختلف ونطفق فيه تنويع السياسات فيه تنويع الاتجاهات الاقتصادية فيه تنويع كاسية واعتقد أنه ما كانش اللي بيحصل في الاقتصاد اللي بيحصل فيه ضغوط من هنا تحركات من هنا دي لعبة سياسية معروفة لكن نقدر نقول أنه مصر بتتحمل هذا الأمر وبترفض أي محاولات للتصفية أو أي محاولات الجيل الفلسطينيين إلى سينة أو إلى الأردن كمان ده خطر كامل ففكرة الخلافة فيه تغيير فجهات نظر طبعا فيه انقسام النهاردة داخل الإدارة الأمريكية فيه انقسام في أوروبا فيه مظاهرات مختلفة اللي احنا بنقوله أنه أعتقد أن الجهود المبزولة وخلينا نقول كمان حاجة مهمة بالنسبة للدور المصر مصر كبلد كبير ما بتزيدش على دور حد أو تطالب الآخرين بأنهم يتخذوا موقفها مصر بتدفع تمن كبير المساعدات يعني على سبيل المثال مصر اللي كان قابليها احنا وما زلنا فيه أزمة اقتصادية فيه ارتفاعات أسعار فيه تفاصيل كثيرة انعكاس للأزمة في أوكرانيا محدش من المصريين وده النقطة المهمة جدا في الاستاد اللي هو أنه مصر الرسمية والشعبية محدش كان بتساءل احنا كل هذه الكيميات سبعين أو خمسة وسبعين في المئة من المساعدات اللي قدمها قدمها المصريين مجتمع المدني كان مهم جدا وأظن دي جزء من الرسالة المهمة ما حدث أن في الاستاد كان الرئيس بيمثلش نفسه ويمثلش الحكومة ويمثلش التجاه الرسمية ويمثل الدولة المصرية بشعبها حكومتها والحقيقة الكلمة المهمة جدا اللي قالها رئيس الوزرة في مجلس النوام الحملات المختلفة اللي كانت موجودة في العريش وعلى معبر رفع اللي حركت أعتقد أنه غيرت كتير من شكل هذه الخطابات ففكرة الخلاف أو الاختلاف في وجهات النظر والتأكيد على أنه مصر اللي ديها سياستها الوضحة ده طول عمره كان موجود بس تأكد بشكل كبير في الفترة لأنه السيقة اللي بتحظى بيها مصر ما هي الشيقة نتيجة عن تهديد بقوة أو امتلاك أموال الحقيقة لأنه برضو السروات أو غيره بعض بتساعد في ده لكن مصر بتمتلك ده بسيقة سيقة قدرتها على إقامة قنوات اتصال وعلاقات وكمان في الوساطة بتكون نديها بدليل أنه هذه الصفقة اللي دخلت فيها مصر مع الوزر المتحدة ومع قطر كانت كل الطرفين سواء الجانب الإسرائيلي أو الجانب مقاومة الفلسطينية بيرى أنه حقق أهدافه أو مطالبه من هذا الأمر بما يعني أنه كل الطرفين شايف أنه كسبان قد يرى يعني ده بقى تقييم بقى النتائج العسكرية وغيره ده بعد فترة أنه لا أحد يستطيع التقييم ده لكن اللي احنا بنتكلم فيه وحرسين على أنه يكون موجود هو الحماية ليه الشعب الفلسطيني والمدنيين لأنه عدد كبير جدا سقط فيه هذا القصف وهذه الحرب العدوانية الحرب إبادة وحصار وغيره أرضى بقى الحرس دائما من الرئيس جزء العاجل يدخل مساعدات أرضى الوقود والغاز والمساعدات الغذائية والطبية ومن مصر ومن الدول العربية ومن مطار العريش بتتدفق النهاردة كمان بنواجه فكرة أنه محاولة تمديد الهدنة محاولة الوصول إلى وقف للعدوان لأنه حودة العدوان بعد ذلك طبعا فيه تغلغل داخل غزة فيه كمان ما بعد الحرب الحال هيكون فيه إدارة بطريقة ما لازم تكون وكمان دي مصر حطها في اعتبار المصر بتعمل في كل الملفات في وقت واحد ومش حريصة قوي على أنها بتشتغل في ملف وتسيب باقي الملفات كان فيه حرص من دولة مصرية في الفترة الأخيرة على أنها تأكد على أهمية دخول المساعدات أهمية وجود الهدنة وهو ده اللي في الآخر تم التوصل لصلابة الموقف المصري ووضوح الرؤية المصرية منذ البداية إزاي لما بتستخدم كل وسائلها لأن عندها خطة محددة في الآخر بيتم تنفيذها وبيتم الوصول للنتائج اللي بتريدها أو بتريد التوجيه إليها الدولة المصرية ده صحيح طبعاً لأنه الشغل على الملفات دائماً إحنا بنقول الجزء الظاهر ده جزء بسيط جداً ما يجري تحت السطح بيبقى أكبر وأكثر تعقيد والقدار الفلسطينية طول عمرها متصلة سواء داخل فلسطين الفصائل المختلفة كل فصيل لها علاقات مختلفة واتصالات مختلفة وجهات ربما بيت بيرجع لها أو غيره لكن الحقيقة مصر بتشتغل مع القدار الفلسطينية كلها ومع الجميع وما لهاش طرف تقدر توجهه أو تستفيد لأنه ما لهاش مصلحة غير حل هذه القضية وضمنها وده تأثيره على الأمن القومي وغيره ففكرة الجهود في هذا الأمر والعمل في كل الملفات اللي هو بيغير وجهات مظهر في حتة وفيه تواصل هنا وفيه قنوات مختلفة مفتوحة احنا ما قفلناش أي قناة اللي يمكن ده رد على بعض الناس اللي كانوا تكلمون ونطرد ونه ونقطع وانت لو قطعت العلاقة مش يبقى عندك تواصل مع الأطراف لازم يكون عندك تواصل مع كل الأطراف بالشكل توصل فيه وده حتى منعكس في ردود أفعال القيادات الساسية لحماس وتوجيهها الشكر للدولة المصرية بكافة جوانب أولي حقيقة أعتقدوا إسرارها كمان على تسليم الأسرة أو المحتجزين للجانب المصري رفضها أنها تسليمهم لأي مكان آخر لسيقاتها في أن الجانب المصري على الحياد تماما هو ده طبيعي لأنه مصر الطرف الوحيد شوف مصر لا توطف أي جهود لأطراف أخرى بالعكس بترحب بهذا الأمر وتنصق ودي ميزة في العمل للمصري لكن هو هنا الأهم أنه مصر عندها تراكم خبرات في الحرب وفي السلام إحنا اللي حاربنا وإحنا اللي عملنا سلام حقيقي يعني فيش طرف تاني عمل ده من نفس القوة ومن نفس التركيز زي مصر وبالتالي فأنت لديك خبرات ولديك خبرات في الأطراف المختلفة الأطراف المختلفة مهمة جدا لأن زي ما إحنا قلنا إسرائيل وهاش حتة واحدة ومهاش تجاه واحد صحيح هو عدوان استيطاني عنصري لكن كمان أنت بتتعامل مع مع واقع موجود بتاخد منه أو تسعى لأنه تحقيق أهدافك وده أنه طال مهمة لأظن أنها واضحة عند مصر أنا هدفي إيه في النهاية هدفي الدولة الفلسطينية زي ما كان هدفي قبل كده أن أنا بحرر أرضي هدفك تروح له بغض النظر عن الكلام هنا أو هناك أو المدخلات والتدخلات وده نقطة بصراحة في منصات وفي اتجاهات بتعمل مع الجانب الإسرائيلي للتقليل إما للتقليل أو لتشوية دور المصر وفيه هجوم كبير جدا وأعتقد لو حد بيتبع الصحافة الإسرائيلية والإعلام فيه هجوم واتهامات لمصر بأنها منحازة وأنها تدافع عن كذا لكن هو ده إنعكاس للفشل الإسرائيلي الفشل في أنه آه وانت حققت هو عمل توغل وعمل خسائر في الجانب الآخر لكن الظاهر هو عدد المدنيين اللي سقطوا أغلبهم أطفال ونساء وشيوه لكن هي الفكرة إنك تبقى أنت مالك للخيوط والمفاتيح اللي أنت تستطيع بأن تتحرك وتذهب إلى الهدف مش بس كده كمان يعيدا عن إن أنت تشتري يا لجان أو تتكلم على أدوار كل واحد ياخد الدور اللي هو عايزه النهاردة ممكن أحد يعني أعتقد في في السوشال ميديا أو في المنصات الإعلامية المعادية لمصر أو غيره ممكن أحد يشتري سبونسر بيدفع فلوس ويعمل نفسه إنه عمل كل حاجة ده عادي مصر بلد كبير مش هتقارن نفسها به هذه التفاصيل لكن كمان لا تمنع أي طرف من إنه يعمل ولا تزايد على أطراف مشتعدة للتعاون كمان الحقيقة أسوأ شيء الحقيقة النهاردة كمان وده بننبه لي ومصري بتنبه لي والرئيس هابت في التحسيسي إن في أسماء إسرائيل أو اللي جان الإلكترونية أو وحدات مختلفة بتعمل مع المؤسسيات والتعاية دي حاجة مهمة أعتقد بقى حاجة معروفة ناس تبقى نفسها عاملة نفسه الجنسية الفلانية وبيشتم الجنسية الفلانية فالتاني يرد عليه وده إحنا حارسين المصريين أقل ناسوا يدخلوا في هذا النوع من الصراع الواحد يهاجم دور مصر باسم جنسية عربية فيدخل لا كل الدول العربية يجب أن تحترم نفسها بعضها الشعوب يعني ونحن لا ندفع لهذا النوع من الصراعات المختلفة وفي نفس الوقت ندرك أن هناك من يريد إشعال هذا الأمر كل دور مطلوب ولا أحد يزايد مصر أقل أكبر مصر الأقوى فيما يتعلق بين مفاتيح والملفات إحنا محدش ده مش من عنوان تفاخر ده واقع بفرده الجمغرافية وبيفرده التاريخ وبفرده تاريخك مع ده كمان مصر اللي على مدى سنوات وجه التحديات كانت بتسقط دول يعني من إرهاب لأزمات مختلفة لنعكسات في الجنوب في الغرب في غيره ما بتعمل خطوطها الحمراء ما بتبقاش خطوط حمراء كلام بس بتواجه بشكل واضح وأعتقد أنه في أطراف كثيرة كانت ضد وجهة النظر المصرية أو معادية وكانت تدعم أطراف وغيره هذه الأطراف آمانة بالواقع أن تكون في السياق الصحيح نكتشفت أنها تتحرك غلط حينما تموت تنظيمات أو غيره فهنا احنا نتكلم كل الجهود مرحبية صحية ومصر بلد كبير تستطيع إدارة هذا الأمر باحترافية لأنه لديها مؤسسات مختلفة مش بس مؤسسات دعائية أكيد أحنا سعيدنا بوجود حضرتك معنا كتب صحفي الأساس أكرم القصص سعيدنا بوجودك أهلا وسهلا بحضرتك شكرا جزيلا أفا شكرا شكرا جزيلا أفا شكرا جزيلا أفا